كرمت بلدية مدينة الشارقة 170 موظفاً أسهم في حصولها على شهادة الأيزو 9001-2015 على مستوى الدائرة بأكملها في أواخر العام الماضي وذلك تقديراً لما بذلوه من جهود كبيرة أثمرت عن نجاح تطبيق نظام الجودة الشاملة بجميع قطاعاتها وإداراتها ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة عملها ورفع مستوى جودة خدماتها بما يتوافق مع أرق المعايير العالمية ها هي بلدية مدينة الشارقة تكرم موظفها مما ساهم في الإنجاز الذي حققته البلدية بحصولها على شهادة الأيزو 9001-2015 ولله الحمد مشينا وفق خطة معينة تم على أساس تعيين مدير جودة قطاع في جميع قطاعات البلدية ومدير جودة إدارة لتحقيق الأهداف المشهودة على مدار عدة شهور تم عقد عدة دورات تدريبية وورش عمل مع جميع فرق الجودة تم المراجعة والتدقيق على جميع الإجراءات والتحسينات ولله الحمد تجتزنى المرحلة النهائية من التدقيق في الوقت المحدد إلها وعلى مدى شهور عدة من العمل من أجل تطبيق نظام الجودة الشاملة على جميع خدمات البلدية وإجراءاتها الإدارية وتنظيمية دويجت هذه الجهود بتكريم 170 موظفاً من مديري الجودة والمدقيقين وأعضاء فرق العمل بجميع قطاعاتها وإداراتها كما شهد الحفل تكريم أعضاء فريق الطوارئ والذي كان له دور بارز في التعامل السريع مع الأزمات والطوارئ النتيجة عن الأمطار في بعض مناطق الإمارة خلال الفترة الأخيرة بلدية الشارجة تعمل ضمن منظومة إعداد الصف الثاني ليكون الصف الاحتياطي في حالة توسع الأزمة في مدن الإمارة الشارجة وكانت هذه الفكرة من الفكرة التي تم طرحها في لجنة الأمطار في بلدية الشارجة وعلى أساس هذه طبعاً عدة صف الثاني وإن شاء الله قاعدين نعد الصف الثالث والرابع على أساس إدارة الأزمات اللي مثل هذه سواء الأمطار أو أزمات أخرى ساهم نظام الجودة 9000-2015 في تعرفنا على التحديات والعقبات التي كانت تواجهنا في الفترات السابقة وأهتاح لنا كذلك التعرف على فرص التحسن والتي نأمل إن شاء الله أن نرصد أكبر عدد ممكن منها تمهيداً لاستكمال مسيرة التقدم والنهضة في بلدية مدينة الشارجة يذكر أن مهمة الحصول على شهادات الآيز لم تكن سهلة نظراً لتنوع اختصاصات البلدية التي تضم 27 إدارة وتقدم العشرات من الخدمات المختلفة للأفراد والمؤسسات ولولا تضافر جهود العاملين لما أسمرت عن النجاح في تطبيق نظام الجودة الشاملة بجميع قطاعات وإدارات بلدية الشارقة